بعد تعليمة منعهم من الدراسة في الجامعة إلا بعد مضي خمس سنوات على تخرجهم أو حصولهم على شهادة جامعية طلبة حاصلون على شهادات جامعية يطالبون الوزارة بإعادة النظر في القرار والسمح لهم بالتسجيل في حال حصولهم على باكالوريا جديدة بخصوص التعليم التي أصدرت في 2019 والتي تنص على عدم تسجيل باكالوريا ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على آخر شهادة سواء ليسونس أو مستير أو دكتورة هذا صراحة سجلنا كثير من طلبة اللي حابين يسجلوا في تخصص ثاني لكن الوزارة منعتهم بموجب هذه التعليمات لأن على الوزارة لابد من التراجع وتشوف لماذا طلبة حابين يسجلوا في تخصص ثانية في ليسونس ثانية لأنه صراحة كانوا ضحايا نظام بروغريس كانوا ضحايا والسلطة الأبوية لأنه طالب لما يكون في عمر 18-18 سنة سيكون ربما الوالدين ليفرضوا عليه تخصص يعني بعد مرور خمس سنوات أنه يتحصل على شهادة لسونس يحب تسجل تخصص لرغبه فتح المجال في جامعة التكوين المتواصل لإعادة التسجيل لكن الكثير من التخصصات غير موجودة كالتقنية والمدارس العليا ما دفع الطلبة المطالبة بإعادة الدراسة في الجامعة مع إسقاط الامتيازات التي يتحصلون عليها في الشق الخدماتي أعطت الوزارة الوصية صالحية التسجيل ببكالوريا ثانية لجامعة التكوين المتواصل هذا القرار الذي رفضناه جملة وتفصيلة لأنه تقريبا المطالب أو تخصصات التي يبحث عنها الطلبة غير موجودة في جامعة التكوين المتواصل نحن نعلم أن أغلب الطلبة أو إن لم نقل مئة بالمئة منهم يبحثون عن تخصصات مثل خصص الطب أو الشبه الطبي أو المدرسة العليا هذه التخصصات لا توجد في جامعة التكوين المتواصل نحن مع تسجيل يعني طالب معايا تحصل على مقعد بيداغوجي ما حرمانه من كل الشق الخدمتي أنا على الوزارة أنه تراجع لهذه التعليمة وتم منح السلطة لرؤساء الجامعة من أجل دراسة هذه الطلبات العديد من الطلبة يبحثون عن الدراسة في تخصصات لا طالما حلموا بها ما دفعهم لإعادة البكالوريا ليصطدموا بقرارات تمنعهم من دخول الجامعة آملين تدخل الوزارة قبيل الدخول الجامعي المرتقب في أكتوبر القادم